بسم الله الرحمن الرحيم في البداية رمضان الكريم ونشكركم على استضافتكم لقوابة قبصح أولاين ونحن نجد سعادات بإجراء هذا الحوار معكم وذلك بعد توليكم على رأس نيابة قبصح المحدثة بعد ثلاث سنوات السؤال الأول في البداية نبدو أن أعرفنا هو السيد النايد محمد شمي وكيف جاء احتياركم الانتقال إلى هذه النيابة إذن رمضان مبارك كريم أنا كذلك سعيد جدا بالالتقاء معكم محمد شمي من موارد 1957 أستاذ لمنذة الرياضيات سابقا بالإعدادات ثم أستاذ لمنذة المعلميات بالتناول التقليدي قبل الوصول إلى هذا المنصيب اشتغلت في عدة مناطق وأكبر مدة قضيتها في الأكاديمية الجاوية للتربية والتكوين برجاءة الأزيلة لحيث اتحقت بها منذ أكتوبر 1991 واشتغلت في عدة مهام في انتحانات لمدة 14 سنة تقريبا انتحانات البكالورية ثم رئيس لمصلحة الموارد البشرية والاتصال لمدة 6 سنوات من 2003 إلى 2009 ثم نائب إقليمي بإقليم تنعير لمدة 3 سنوات وتم اختياري للرجوع للإشراف على نيبة الأفقاد الصالح وأنا سعيد جداً بهذا الاختيار لأنني أعتبر نفسي أنني رجعت إلى مكاني الأصلي وجيرتي الأصلية شكراً على هذه الحلوات التاريخية نستهيب لأسئلتنا للمدرشة الخيارة للتوار بالسؤال التالي ما تقيمكم لحصيلة الموسم الدراسي الحالي 2012-2012 وخاصة تعالى مستوى النتائج في الأسلاك الثلاثة الابتدائي والإعدادي والتنوي وما هي الأجواء التي مرت فيها الامتحانة الإشارية بهذه السنة؟ شكراً لأن حصيلة نيبة الأفقاد الصالح كانت حصيلة إيجابية جداً ليس فقط في مجال الامتحانة الإشارية كذلك في مجال نشيط الحياة المدرسية حيث أن هذه النيابة حصلت على نتائج مشرفة جداً في الرياضة المدرسية على الصعب الوطني كما أنها نظمت عدة أنشطات كيوم الفلسفة رقاء مع كتب المغرب بمدينة الفقاد الصالح إلى غيرها من أنشطات أرضوية مختلفة بالنسبة الامتحانات الإشارية فقد حصلت نيبة الفقاد الصالح على مرتبة مشرفة جداً حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البوكالورية 64.45% وبمقارنتها مع النسبة الوطنية 52% يتبين أنها نسبة مشرفة جداً بالنسبة الابتدائي بلغت نسبة النجاح 88.41% وبالنسبة الإعدادي بلغت نتيجة 51.55% بالنسبة الأجواء التي مرت فيها الامتحانات بصفة عامة فقد مرت في أجواء عادية جداً وتجند الجميع للاستحقاق الوطني وبهذه المناسبة أود أن أشكر جزيل الشكر كل المتدخلين في هذه العملية كما لا تفوتني المناسبة أن أنوها بالمجهودات التي يقوم بها السدى الأستيدة وأطر الإدارة التربوية ومفتشين وأطر التخطيط والتوجيه وكل المتدخلين في العملية التعليمية بحيث لو لا هم لما تم تحقق النتائج سلفة الذكر نعلم أستاذ على أن أقول لكم أن تصير هذه النيابة في منتصف هذه السنة هل من مشاكل؟ أريد أن أقول لكم المسؤولية لهذه النيابة مثلاً ضغف للبنية التهتيئة وكل الموارد البشرية للنيابة وهل تمت معالجة ذلك؟ إذن فعلاً منذ وصولي إلى هذه النيابة بتاريخ 29 مارس 2013 أول شيء قمت به وتشخصي الوضعية وفعلاً هناك مشاكل ملاحظة سيتم القضاء عليها الجدريجياً من بالمشاكل الملاحظة بمقر النيابة وقلة الموارد البشرية وبالتالي فهناك أطر تقوم بعدة مهام وبهذه المناسبة أريد أن أنوها بعمل هذه الأطر الشابة التي تشتغل في ظروف صعبة وتؤدي مهاما على أحسن ما يرى لوحظ كذلك هناك نقص في الموارد البشرية على صعيد المؤسسة التعليمية في تقريباً كل فئات مقتصدين مموينين محضر المقتبرات وكذلك أطر تدريس في بعض المواد وفي بعض المؤسسات التعليمية وسنقوم بحل هذه الإشكاليات تدريجياً سينادي من السؤال السابق تحدثت مجموعة من المنابر الإالمية عن بعض المشاكل التي تعاني منها نيابات القنصر وخاصة على مستوى المطاعم الدرسية والداخليات فما توضيحكم على ذلك؟ فعلاً هناك مشاكل كثيرة فيما يخص الداخليات والمطاعم الدرسية حيث أنها تشتغل بطريقة الخوالة مما يؤدي إلى تركم ديون وتأخر في أداء المستحقات مما يخلق مشاكل عديدة مع المموينين وقد توقفوا عن تمويل داخلية هذه المطاعم مرتين منذ تولي لهذه المهمة ولكن للقضاء على هذه المشكلة قمنا بإجراء صفقة إطار يوم 21 يونيو 2013 وهي في المراحل الأخيرة حيث ستتم المصادقة عليها للبدء بالعمل بها في بداية السنة المقبلة هذا الصفقة الإطار نتمنى أن تكون حلاً نهائياً لهذه المشاكل كما أننا سنقوم جاهدين باتخاذ كل الإجراءات حتى نمكن السدى المزودين بمستحقاتهم المالية عن المواد التي كانوا يمولون بها تلك المطاعم وتلك الداخلية تعرف المؤسسات التعليمي بالأقليم بعض الظاهر كظاهرة الاقتضاد وعجلة هذه الظاهرة تقريف تزايداً بعض الشيء هذا بالرغم من إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم كمؤسسات برونخاطيب بالكبصر ومؤسسات 30 ويوز بالسوق 6 لكن لم يغير ذلك في الوضع في شيء فهل هناك من حلول هذه الظاهرة في السنوات المقبلة إن شاء الله؟ فعلاً ملاحظة في محلها لأن هناك بعض المؤسسات التي تعرف اقتضاداً نظراً للإقبال على التنبرص هناك حلول في الأفق أولاً البحث عن موارد بشرية وللإشارة فقد استفاد الإقليم هذه السنة من عدد مهم من الموارد البشرية أكيد أنها ستساهم في حل هذه المعضلة تدائي استفاد الإقليم من 32 إطار جديد الإعداد 38 إطار جديد في مختلف المواد وبالنسبة للتنوي التأهلي 63 إطار جديد في مجموعة من المواد بالإضافة إلى ذلك وحتى نخفف على بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف ضغطاً في التنوي التأهلي فقد تقرر فتح سلك التنوي التأهلي بثلاثة مؤسسات أمر ربيع بجماعة حد البراديا يصبح المتشفين والموحدين بجماعة الخلفية بالإضافة إلى إحداث شعبة للتقني الصناعي بالتنوية الإعدادية التغمارية بالإضافة إلى ذلك كذلك سيعرف الموسلم الدراسي المقبل فتح إعدادية بأولاد علي هذه الإعدادية أكيداً ما ستخفف على المؤسسات التعليمية بحد البراديا وستجنب التلاميذ العماء التنقل إلى حد البراديا على مستوى الموارد البشرية يلاحظ أستاذ على أن هناك مراحظة للمجموع المتكمين بالشأن التربوي أن الموسيم الدراسي الحالي عافى خاصة في بعض المواد الدراسية في بعض المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم إلى ماذا يرسى التعليم؟ وهل سيتم متضارب الأمر في الموسيم الدراسي المقبلة؟ فعلاً وكما تعلمون السنة الماضية عرفت بعض المؤسسات نقص كبير في المواد لأن لم تكن هناك أطور تدريس خاصة بالتعليم التنوية إلي وبالتالي فقد تم اللجوء إلى عدة حلول كالاستعامة بالمجازين من الإبتداء إلى غير ذلك ولكن العدد الذي استفاد منه الإقليم هذه السنة الذي هو 63 إطار ذلك التنوية إلي أنه سيجنبنا تلك المشاكل إن شاء الله خصوصاً أننا استفدنا من مجموعة من الأطور في بعض المواد التي تعرفوا خصاص كالفلسفة والاجتماعيات والتربية البدنية إلى غير ذلك ارتباطاً بالسؤال السابق سيد نائب وفي السياق حادثة الحركة التقلية تعتبر نيابات القرصح من النيابات التي تعرفوا ضعالة على مستوى الحركة التقلية سواء منها الوطنية أو الجهوية فما هي الأسباب وراء ذلك؟ فعلاً يعني أنه مدينة إقليم في قيمة الصالح يعرفوا ضعالة في الاستفادة في الحركة لعدة أسباب أولاً لأنه إقليم قريب من مجموعة من الأقليم الأخرى كبني ملال وخريب قائلة غير ذلك ولكن هذه السنة استفاد مجموعة من الأطور التربوية من الحركة الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية حيث أن الوضعية بالنسبة للحركة الوطنية فقد في تنوي تأهيلي يعني الوضعية ناقص خمسة يعني أن هناك إذا احتسبنا الوافدين على الإقليم والخارجين منها فالوضعية ناقص خمسة يعني أن هناك استفادة في مجال تأهيلي بالنسبة لإعدادة هناك الوضعية ناقص واحد ولكن لوحظ أن هناك إقبال من طرف أساتذ التعليم الابتدائي وهذا طبيعي جدا لأن مجموعة من الأطور التي تشتغل بإقليم المجاور إقليم زيلال تفضلوا أن تشتغل سواء بنيابة ملي ملال أو نيابة الفقام الصحة يعاني الوضع التعليمي وخاصة بالعالم القروي من عدة مشاكل التي طرق تطبيق الفائلية لكل إجراءات المتعلقة بالتحسين الجودة التعليم أستاذ ما هي في نظركم السبول الكافلة لتجاوز ذلك؟ فعلا هناك مشاكل بالعالم القروي ولكن مقارنة مع الأقالم الأخرى يعني أؤكد لك بأن هذه الإقليم فيه مشاكل ولكن ليست بالشكل الذي توجد فيها مقال أقالم أخرى وذلك لعدة أسباب أولا الشبكة الطرقية بالإقليم يعني لا بأس بها ولم أقول أنها جيدة الإشكالة الأخرى المطروحة بالعالم القروي هو يعني هناك عدم استقرار الأستداء الذين يتنقلون بين مقارات عملهم ومقارات سكنهم مما يؤثر على الأداء هناك كذلك مشكلة للبنية التحتية ولكن نحن بصدد تشخيص الوضعية للتدخل خصوصا فيما يخص تفير جهازات والبنية التحتية وتفير الأطر الكافية للتنرس بالعالم القروي إسوة بالحواضر أستدعنا مستوى التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين نقابات، أجمعية مجتمع المدني، السلطات المحلية كيف تتآمن نيابة مع هؤلاء الفرقاء؟ مع العلم؟ أنهم يعتبرون شريفاً أساسياً في نجاح العملية الترالوية بالإقريم فعلاً وبحكم الجريبة المتواضعة في ميدان تدبير المورد البشرية لا يمكن للنيابة أن تشتغل بدون فرقاء اجتماعيين وعموميين كذلك لهذا ومنذ أن وصلت إلى هذه النيابة قمت بالاتصال بمختلف فرقاء اجتماعيين وتمت اجتماعات طلعت من خلالها على بعض المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية وهكذا اجتمعت مع كل المكاتب النقابية الإقليمية بدون استثناء والتي عددها ستة اجتمعت كذلك برابطة التعليم الخصوصي، رابطة السادة المديرين، موسيقية الحراس العامين والمبدار وستأتي اجتماعات أخرى في بداية السنة مع جمعية الآباء لأنني أؤمن بأنه لا يمكن أن نشتغل لوحدنا لابد من تعاون بالنسبة للسلطة المحلية هناك تواصل دائم وهناك تعاون وبهذه المناسبة أريد أن أشكرهم جزيلا الشكر على مساندتهم لنا في أداء مهمنا بالإقليم هناك مشكلة على مستوى التعاوضات لبعض الموظفين ورؤساء المصالح لامين بن يبا طرحت في مجموعة من المنابر الألمية وشكلت هاجسا لدى بعض الموظفين كيف تمت معالجة هذه القضية بالنسبة إليكم؟ بالنسبة للتعاوضات، يعني ما زال التعاوضات تكون في آخر السنة يعني في نهاية دوجنبير وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه بالنسبة للتعاوضات التي قمت بتوزيعها في آخر السنة فهي تخص امتحانة الإشهادية وهكذا يعني أنه تم توفق بين العاملين في مختلف العمليات وسيتوصلون بمستحقتهم في أقرب الأجل وفي هذا الصدد يعني دائما تعاوضة الامتحانات فنحن نبدل قصارى جهدنا حتى يتوصل السادة الأساتيدة والسادة المديرون بتعاوضاتهم عن امتحانة الإشهادية أما بالنسبة للتعاوضات التحفيزية الأخرى فسيتم توزيعها في آخر شهر دوجنبير ولكن لحد الآن لم نتوصل بعد بالميزانية المخصصة لذلك ولكن سنترفع على أخذ ميزانية لأم عدد الموطفين العاملين بالنيابة وكذلك مهمهم لأن كما قبلت سابقا لا يوجد أي موطف يقوم بمهمة واحدة ولكن يقوم بمهمة إلى أكثر على مستوى على أفق العمال بمسبة للنيابة ما هي أهم السعدادات والتحريرات التي تقومون بها للموسم التراصي المقبل وخاصة على مستوى التمويل وعلى مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى البنيات التحتية وما هي توقعاتكم المستقبلية المنظومة الترويق صفة عامة وخاصة على مستوى إقليم قيد الصالح وخاصة أن القطاع يرفو مجموعة من التغييرات في الأولى الأخيرات وخاصة على مستوى تغيير المنحي واختلاف مجموعة من بداولوجياته فعلا استعدادا للدخول المدرسي المقبل فيتم الاستعداد بصفة مستمرات قريبا منذ شهر مارس حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات حتى مرى الدخول المدرسي في أجواء عادية بالنسبة للعمليات التي حضرتها شخصيا فقد قمنا بتغفير تباشير المدى الأساسية الأولى كذلك سنقوم بتغفير مواد تنظيف بالنسبة للمؤسسة التعليمية والدخليات بالنسبة لتموين الدخلات والمطاعم فقد سبق لي أن أشرت بأن هناك صفقة إطار ننتظر المصادقة النهائية عليها حتى تدخل حيث التنفيذ ابتداء من شتنبير المقبل لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي ستضمن التموين المستمر للدخلية والمطاعم بشكل عادي دون الإخلال بها كذلك هناك إعادة النظر في بعض الروافذ هناك إعادة النظر كذلك في توزيع تلاميذ تعليم الخصوصي بمدينة القيمة الصالح هناك إعادة النظر في البنية التربوية لبعض المؤسسات إذن هناك استعدادات للدخول للمرأة المقبل إن شاء الله كلمة آخرت سيد نايد أنا سعيد جدا بالالتقاء معكم وأشكركم جزيل الشكر وأتمنى للموقع فقير بن صالح أونلاين مزيدا من التألق لأنه منظر إعلامي متميز وشكرا لكم في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر سيد نايد على سيئاتي استطرائهي الذي يرد على كل هذه التساؤلات والستفسارات وأنتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم والمسؤولية والمتكلفين بيتسرها وخاصة أن منظومة التربية بيتكوين أو قطاع تعليمي عندهم من القطاعات الحيوية وهو كذلك يقترار من القطاعات التي تسانمه في قاعدة الترمية بإلادنا شكرا لكم على سعة صدري